نوع جديد من السياحة العلاجية تتميز بندرتها وتحاول مصر تنميتها وتسليط الضوء عليها وعلى رأس تلك الأماكن كهوف الملح الاستشفائية في واحة سيوة كهوف من الملح الاستشفائية ومناظر طبيعية خلابة يأتيها الناس من كل الأفكاج من مختلف الدول الأجنبية والعربية لزيارة أيقونة الشفاء الروحي بسيوة التي تعتبر أهم مقصد سياحي استشفائي لعل أهم فوائد كهف الملح هو خروج الطاقة السلبية واستبدالها بطاقة إيجابية ما يساعد في علاج الأمراض النفسية والعصبية وكذا أمراض القولون والتهاب الجيوب الأنفية والحساسية والربو وغيرها من الأمراض الصدرية إذ يعمل اليود على تقويات مناعة الجهاز التنفسي كما ينشط الغدد التراقية التي تقوم بدورها بضبط كثير من العمليات في الجسم كما أن كهوف الملح تخفف التوتر والإجهاد عن طريق استنشاق اليود الملحية خلال الجلسة العلاجية والتي تستمر من 30 إلى 45 دقيقة بالجلسة الواحدة كهوف الملح مصنوعة بالملح السخري والملح الرملي الاثنين مرتبطين مع بعض الشخص يأتي بيخش للجلسة بيقعد 30 دقيقة سواء في الشزلونج أو ردم الأطراف الشزلونج بيقعد بنحط الملح على رجله بس بجانب الاستنشاق الاستنشاق بيستنشاق اليود اليود بيعالج جيوب الأنفية حسية الصدر الصداع لو واحد عنده قلون عصبي بيحصل عملية امتصاص من الملح لجسم الإنسان تم إنشاء تلك الكهوف من الملح الصخري الذي تتميز به واحة سواء ويعتبر فروة معدنية من مناجم باطن الواحة